السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميع سنبدأ المعلومات بعدد الحالات الجديدة المسجلة 9549 الانسيدانس فات 135.2 وعدد الوفيات المسجلة 180 نلاحظ أن الانسيدانس فات لا يزال مرتفع ويرتفع في عدة مناطق في ألمانيا بشكل سريع كذلك القانون الجديد للسفر يدخل اليوم حيز التنفيذ وهذا القانون يقول أن كل شخص الآن عائد جوا إلى ألمانيا أو قادم جوا إلى ألمانيا يجب أن يحضر معه اختبار سلبي ليس أقدم من 48 ساعة وهذا الاختبار يجب إحضاره وإبرازه كشرط لدخول الأراضي الألمانية بغض النظر عن المنطقة القادمة من هالشخص إن كانت منطقة سياحية أو دول أخرى إن كانت منطقة فيها نسبة أو عدد الحالات مرتفعة أو منخفضة لا يلعب ذلك أي دور كل شخص الآن عائد إلى ألمانيا جوا يجب أن يحضر معه اختبار سلبي أما موضوع طبعا أيضا الدخول في الحجر الصحي فهو يعني في معظم المناطق في ألمانيا خاصة إذا عاد منطقة هوخين سيدانسكي بيت يجب أن يدخل أيضا الحجر الصحي منعرف لمدة 10 أيام على الأقل ويمكن أن يخرج بعد خمسة أيام مرة أخرى باختبار سلبي جديد وهذا القانون نحن بنعرف الآن تم فرضه تحديدا في محاولة للتخفيف من السماح بالسفر والسياحة في مناطق خارج ألمانيا وخاصة جزيرة مايوكا على اعتبار أنه لحد الآن لا يمكن إيجاد صغرة قانونية تتوافق مع الدستور الألماني تسمح بمنع السفر أو السياحة خارج ألمانيا من حيث القانون وألمانيا دولة ديمقراطية لا يمكن منع الناس من السفر ولكن يمكن مناداتهم أو المطالبة مثل ما شكنا في الاجتماعات الأخيرة الناس بعدم السفر والسياحة في هذه الظروف ومع ذلك لا يمكن منع هذا بناء أيضا على مقترحات من مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا مايكل طبعا البحث عن صغرات قانونية جاري ولكنه غير ممكن حاليا فلذلك تم فرض هذه النقطة تحديدا ومع ذلك الآن رغم فرض هذا القانون اليوم الآلاف من الناس تتجه إلى جزيرة مايوكا يوم السبت فقط يعني أول البارحة قبل يومين يعني انطلقت من مختلف المدن الألمانية وحطت في جزيرة أيضا مايوكا بحالما تحديدا العاصمة 60 طائرة من ألمانيا فقط من مختلف المدن الألمانية في يوم واحد فتخيلوا الآن إذن هناك سياحة الآن بالآلاف الآن من الناس تتجه لجزيرة مايوكا هات كان بالنسبة لموضوع السفر ننتقل الآن إلى موضوع اللقاح شركة أسها زينيكا مرة أخرى أخبار متعددة عن هذا اللقاح يلي أثار الجدل في الفترة الأخيرة عدة مرات الآن أيضا البالينا كلينيك من المشافي في برلين أوقفت استعمال هذا اللقاح تحديدا مع النساء اللي أعمارهم تحت سن الخمسة وخمسين ويمكن الاستمرار في تطعيم الرجال ولكن النساء تحت الخمسة وخمسين سيتم مرة أخرى إيقاف استعماله من قبل جميع المشافي في برلين وأيضا في منطقة أويس كيشن مرة أخرى تم أيضا إيقاف استعمال هذا اللقاح هذا على مستوى ألمانيا الآن أيضا كندا انضمت أيضا إلى نادي الدول التي أوقفت استعمال أيضا هذا اللقاح بشكل واسع رئيس ما يتم مرة أخرى التأكد أو التماع أكثر في النتائج الفحوصات وهذه الأشياء فكندا أيضا من باب الاحتياط أوقفت استعمال هذا اللقاح علما أن وكالة الأدوية الأوروبية وأيضا الباول إيليش إنسيتوت أكدوا عدة مرات بعدما تم إيقافه مرة أخرى أنه دواء أو أنه لقاح فعال وآمن ويمكن الاستمرار في تطعيم هذا اللقاح والآن ننتقل لموضوع المدارس وزير التعليم والثقافة في مقاطعة زاكسن كيستيان بيفاتس أعلن أنه سيتم إعادة افتتاح المدارس ورياض الأطفال في مقاطعة زاكسن تحديدا بعد عطلة عيد الفصح في ألمانيا بغض النظر عن عدد الحالات لن يكون لعدد الحالات أو الإنسيدنسفات أي دور حسب قوله في إعادة افتتاح المدارس المقاطعة مصرة على إعادة افتتاح المدارس ورياض الأطفال علما أن الإنسيدنسفات في مقاطعة زاكسن فوق المائتين إذن ورغم ذلك قررت المقاطعة إعادة افتتاح المدارس بشكل كامل ولكن بنفس الوقت أيضا مع تجديد الإجراءات المتعلقة بالاختبارات السريعة وأيضا في ارتداء الكمامة إذن هذه المقاطعة قالت أن الضرر أصبح الآن أكبر من النفع على الأطفال في سن المدرسة في سن الروضة ويجب إعادة افتتاح المدارس ورياض الأطفال حتى لو كان عدد الحالات مرتفع بالنسبة لموضوع حظر التجول أو منع التجول في ألمانيا لحد الآن لا توجد قاعدة تشمل جميع المناطق في ألمانيا أو جميع المقاطعات ولكن تم فرض الآن حظر التجول في بعض المناطق وسيتم فرض الآن في الأيام القادمة حظر التجول في مناطق أخرى تحديدا مقاطعة نيدا زكسن في شمال ألمانيا هذه المقاطعة الآن فرضت حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ في هذه المناطق سنرى الآن ابتداء من البارحة مساء وسيستمر حظر التجول هذا حتى 13 أبخل إذن منذ البارحة حتى 13 أبخل لمناطق التالية مدينة تسيلة في نيدرزاكسن مدينة تسيلة مدينة بيرجن الجمعيند فيتس وأيضا الزامت جمعيند فلوت فيدل حتى 13 أبخل ممنوع الخروج من البيت من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامس صباحا إلا لأسباب ضرورية ومهمة عادة الذهاب إلى العمل إلى الطبيب حادث طارق إلى المشفى هذه الأشياء نعم وغير ذلك لا يسمح بالخروج ليلا ضمن هذا الوقت يعني من البيت وأيضا في لانكرايس باينة في مقاطعة نيدرزاكسن سيبدأ فرض حظر التجول ابتداء من اليوم سيدخل حيز التنفيذ من التاسعة مساء أيضا وحتى الخامسة صباحا وأيضا في لانكرايس أمسلان سيدم ابتداء من يوم الأربعة أيضا فرض حظر التجول ليلي وخاصة يعني عندنا كمان لانكرايس جيفهون الآن تجاوز حد المئة وخمسين الحالة لكل مئة ألف مواطن ربما سيتم يعني أيضا فرض حظر تجول في لانكرايس جيفهون لم يتم اتخاذ القرار بعد ولكن من المتوقع أنه إذا بقيت عدد الحالات أو الإنسيدنس بات مرتفئ سيتم أيضا في جيفهون فرض حظر تجول والآن بالنسبة لعاصمة المقاطع هنوفا الغيجيون هنوفا أيضا ابتداء من يوم الخميس سيتم فرض حظر التجول الليلي طبعا تركت الخبر للأخير لأن عاصمة المقاطع هي المنطقة الأهم وهنا الحظر التجول الليلي سيبدأ من العاشرة ليلا أو مساء حتى الخامسة صباحا ولا يسمح بالخروج من البيت إلا لأسباب ضرورية أو طارئة أو وجيهة كل ذهاب إلى العمل أو للطبيب أو للمشفى أو أي شيء طارئ يعني نعم يمكن الخروج لأسباب وجيهة وغير ذلك لا يسمح بالخروج وهو فرض حظر تجول ليلي كامل يلي بتابعني بشكل دائم يعرف أن أنا بحذر كل فترة من هذه الظاهرة يلي تكررت في الأشهر والسنوات الأخيرة عدة مرات وهو دفع الناس إلى مكان سكة القطار في البانهوفات بشكل خاص يعني محطات القطار أحيانا حتى قبل دخول القطار بلحظات أيضا يتم دفع الناس بعض الأحيان أنني في الناس عبتتعرض للدهس من قبل القطارات الآن هذه الظاهرة تكررت مرة أخرى في مقاطعة هسن في نيكاشتاينخ مرة أخرى قامت امرأة بدفع طفل في التاسعة من العمر يعني ولد مع البسكليت تبعيته الدراجة الهوائية قامت بدفعه إلى يعني هو مكان سكة القطار وقام بعض الأطفال الأصدقاء واللي كانوا موجودين معه على ما يبدو بإنقاذه في اللحظة الأخيرة قبل دخول القطار مرة أخرى وهذه المرأة دخلت بعد ذلك إلى أيضا هذه الأسبان يعني ومشيت فيها طبعا هذه الظاهرة عبتتكرر بشكل دائم من ذلك أحذر انتبهوا إلى أنفسكم وأولادكم هذه المرأة يتم البحث عننا الآن وأي شخص يعني شاهد هذه الظاهرة أو عنده معلومات كمان ممكن يدلي بشاهدته للشرطة المعلومات البسيطة المتوفرة لحد الآن على ما يبدو أن الأمرأة كانت منزعجة من الأطفال لأسباب غير معروفة ربما يعني كانوا عب يلعبوا على الجلايس أو أي شيء يعني آخر ولكن ردت الفعل طبعا غير إنسانية غير منطقية غير طبيعية قامت بدفع الطفل هو وبسكليتو طبعا هو تعرض لجروح وتم إنقاذه وطبعا أجل سيارة الإسعاف وقامت بإسعافه والحمد لله نفد يعني ما عفسوا القطار يعني ما دهس القطار هذا الطفل ولكن هذه الظاهرة عبتتكرر بشكل دائم في ألمانيا لذلك أنبه بشكل دائم على هذه القناة من هذه الظاهرة انتبهوا لأنفسكم لأولادكم في محطات القطار من هذه الظاهرة الغريبة والأحيانا لأسباب غير معروفة غير مفهومة كما في هذه الحالة والآن ننتقل لموضوع الأحوال الجوية في ألمانيا مثل ما لاحظتوا اليوم والبارحة وغدا من المتوقع أن يكون الجو ربيعي ولطيف وجميل جدا درجات الحرارة مرتفعة ولكن مع الأسف مرة أخرى سينقلب الجو وستعود درجات الحرارة للانخفاض بشكل كبير في ألمانيا شفنا تقلبات التخص في الفترة الأخيرة بشكل كتير كبير قبل يومين اللي بتابعني على الإنستغرام كمان كان عندنا الشمس صباحا بعدها بساعة هطول سلجي كسيف ومرة أخرى يعادت درجات الحرارة للارتفاع وظهور الشمس فتقلب الجو الآن كبير جدا وخاصة في الفترة القادمة من المتوقع حسب الأرصاد الجوية أنه شهر أبخل الشهر الرابع الآن يكون بارد وتعود درجات الحرارة مع الأسف إلى الانخفاض مرة أخرى هاي كانت أهم الأخبار وهم المعلومات من ألمانيا أتمنى أكون أبفيدكم بشكل دائم من خلال هذه الأشياء دمتم جميعا بخير وصحة وسعادة وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته